مخيمات عشوائية مئة وخمسون عائلة تقطن هذه الخيام بشكل جماعي بعضهم سويت منازلهم أرضاً وأخرى مهددة بالإنهيار وبعضهم من ينتظر ترميمها جيت العجيان لا بيشوفوا ولا بيعملوا في بيتنا ما بقى بنقاعد فيه ما بقى بدين هاد الطوابق إيه بقى هاللقل جينا لهوني بدنا دمعتمي بدنا خيمين قاعد هالعجيان بدنا لقمتاكل بدنا نحفوظهات ما يقديها عب أوضي فيها لهالعجيان اللي طالح ونفوته نقاعدين على العتم وما يمفي أما بروع الجامعة لحتى عبيلي طبلط ما يسقيهون بتمنى يجيوا يصلحوا لهالبيت لحتى أخوه هالعجيان رجحون عليه احتياجات أولية تتمثل بتأمين المياه النظيفة والبيئة الصحية الضرورية يشكل غيابها عن هذه المخيمات مخاوفة من انتشار الأمراض والأوبئة كالكوليرا والأمراض الجلدية تلاحظين أنت لا في دورات مياه موجودة ولا في خزانات للمي حتى للشرب ولا في مساعدات قليلة جزئية ما في مساعدات وهذا يقدر علينا رب العالمين نسبة للنساء فيه هون دورات مياه عند جوار القرية يروح نسوان يقضى الحاجة والرجال يقضون حاجاتهم بين الأشجار تكمن كوارث موقوتة خلف هذه الخيام الجديدة مع غياب البيئة الصحية المساعدة على انتشار العدوى الفيروسية إنشابيات هذه المخيمات أنه هي إيواء للعوائل المتضررة لتأمين احتياجاتهم لحتى نقدر نحصي عدد العوائل المتضررة بشكل دقيق لحتى يكون في سهولة وصول لهذه العوائل السلبيات صراحة بعد الكارثة بيومين أو ثلاثة تم إنشاء هذه المخيمات العشوائية فهذه المخيمات لا متوفر فيها بونة تحتية أو صرف صحي أو حمامات يعني تعرض الناس لانتشار أمرضة أمراض وأوبئة خلل في التركيبة السكانية إثر تداعيات الزلزال خلف قرابة 190 ألف نازح في الشمال السوري أمام تدهور الأوضاع المعيشية لم تجد العوائل التي دمر الزلزال منازلها سوى الخيام لتأوي إليها من برد الشتاء بعد أن فقدت سقفا كان يمنحها بعضا من الدفء ومع تزايد انتشار هذه المخيمات تتضاعف الحاجة لإيجاد حلول تخفف عنهم محنتهم سيلة الوافي لتلفزيون سوريا إدلب